نظمت جامعة شبوة بالتعاون مع السلطة المحلية ندوة بعنوان شبوة عامين من الاستقرار والتنمية وخلال الندوة التي أقيمت بمركز الشاعر يسلم بن علي بمدينة عتق استعرض الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة عبد الربوهشلة ما شهدته المحافظة من قفزة نوعية في شتى المجالات الخدمية والتنموية لافتا إلى التفاف أبناء المحافظة حول قيادة السلطة المحلية للعمل معا من أجل بناء حاضر شبوة وصناعة مستقبلها المنشود بدوره أكد رئيس جامعة شبوة دكتور توفيق باسرده تمام الجامعة والسلطة المحلية بقضايا المجتمع والمساهمة المشتركة في إيجاد الحلول والمعالجات التي يواجهها المجتمع فيما استعرض مدير إدارة الشرطة والأمن بالمحافظة العميد فؤاد النسي الجهود التي بوذلت من خلال العامين الماضيين لاستعادة فعالية العمل الأمني في المحافظة مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تطوير قدرات أجهزتها الأمنية بشريا وماديا ترجمة نانسي قنقر